اشتركوا في القناة طبعا انا مش كثير ضليع في السوشيال ميديا والكل بيعرف هذا الاشي يعني ما عندي هالخبرة الكبيرة فما بعرف نشطت الحساب بتاع تيك تاك وعملته باسم الدكتور سعين مناع ونزلت عليه فيديوهات هيك شعر بس على اساس انه انا اشوف يعني اعرف وافهمه فاذا حابين او شايفين انه اقتراح تنزيل فيديوهات مقطعة او كاملة او او الى ما لنهاية على هذا البرنامج او على هذه المنصة يعني اكتبوا لي في التعليقات شو بتنصحوني شو افضل الاشياء اللي لهم خبرة في هذا الموضوع او اللي عندهم ملاحظات معينة على اساس انه شوي يعني يكون عندي معلومات عن هذا الموضوع اذا شايفين الموضوع مجدي والموضوع بهمكم وانه الموضوع نقدم عليه فاكتبوا لي في التعليقات اذا شفت الموضوع مش مهم او خلينا بس على منصة اليوتيوب اه برضو اه رأيكو باخد فيه لانه انتو عارفين مثل اراءكو هي اللي بتحفز اه انه كيف امشي بخلال الفترة القادمة فا ياريت ما تبخلوا علي بالتعليقات وما تبخلوا علي بالارشادات برضو في نفس اللحظة اليوم توقعتنا ليوم الخميس تسعة حزيران يونيو القمر موجود في منزلة الغفر طبعا احنا الان في فترة خلوه مسار اه بدأ خلوه المسار اه من ظهر اليوم اه اللي هو الاربعاء الساعة اتناعش اثمان دقائق اه ظهرا بتوقيت جرينيتش وهو مستمر لغاية الساعة ثلاثة واثنين وعشرين دقيقة بعد عصر اليوم برضو الاربعاء يعني من موعد بث الحلقة ضايله ساعة وعشرين او اثنين وعشرين دقيقة بما ان القمر موجود في منزلة الغفر اللي هي للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل اه والنفي اه طبعا رح يمكت القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة ثنتين وواحد واربعين دقيقة عصرا من عصر اليوم الخميس لا ينتقل بعدها القمر لا منزلة الزبانية وهي منزلة ضغطة شوي فيها نوع من انواع السلبية هي للفساد والقطع والمشاكل طبعا رح نذكر احنا كأنه القمر انتقل خلوه المسار ذكرناه قبل قليل فحلقتنا اليوم رح تكون عن القمر ووجوده في برج الميزان فتعتبر هاي الفترة هي فترة افضل فترة عاطفية لتعزيز اوصار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر منكون اجتماعيا اكثر من ميل لاسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا ايضا اقامة حفلة او عادة تزيين البيت او المكتب او اقتنع حاجيات جميلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عنا ثلاث زوايا بطيئة وفيه ثنتين اليوم اخر يوم لالهم بعدين بنته وفيه راح تحل زاوية جديدة اللي هي زاوية الاقتران ما بين الزهرة وما بين اورانوس طبعا هي بدأ تأثيراتها الخفيفة ولكن ابتداء من بكرة ان شاء الله راح نذكر عنها لانها تأثيراتها القوية راح تبدأ على الساحة اول زاوية من الزوايا البطيئة هي زاوية تخليط ايجابية بين عطارد وبين بلوتو هاي مستمرة لغاية يوم 13-6 هي اللي بتزيد من حد الذهن والحدث والنقد وبتمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالامور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم اعمالنا وانجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين عطارد وبين نبتون وهاي اليوم اخر يوم لتأثيراتها نصبح قادرين على قراءة مشاعر الاخرين من حولها دون ان يعبروا عنها بصراحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين زحل وبرضو اليوم اخر يوم تأثير لالها وهي اللي بتسبب نوع من انواع التعب والقلق والحذر والميل للكآبة وبتحد من خيالنا وبتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للارهاق اللي ممكن انه يضر بصحة البعض بالنسبة لزاوية اللي اليوم راح تتشكل مع القمر هن زاويتين والزاويتين تقابل والثنتين سلبيات طبعا الزاوية الاولى هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المشتري وهي تأثيراتها بتبدأ بعد منتصف الليلة هاي اللي هي منتصف ليلة الاربعة للخميس راح تبدأ ساعة اتناعش وخمسة وعشرين دقيقة ذروتها يعني من الان موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح يعني من مساء اليوم الاربعة لغاية صباح يوم الخميس هاي الزاوية تأثيراتها موجودة يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا اما بالنسبة للزاوية الاخرى وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين المريخ وهي ذروتها ساعة اتناعش وخمسة عشر دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش طبعا تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء ابتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى منقوم فيه يفضل في هذا اليوم اخذ فترة من الراحة لاستعادة مشاطنا من جديد واللي بكونوا محبطين عاطفيا في الفترة هاي سهل استفزازهم وممكن انهم يثوروا ثورة عارمة من الغضب عند اي انتقاد او مواجهة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية طبعا اليوم بما انه القمر موجود في الميزان معناته الكلى والحالب والمثانة البولية الاوردة والجلد وكعضل اللمس البنكرياس الانسولين اسفل الظهر الزائد الدودية هدولا الاكثر حساسية واللي لازم انه احنا نبعد عن العمليات الجراحية اللي تتعلق بهاي الاعضاء وفي نفس اللحظة بدنا نهتم بامور صحتها يعني ممكن البعض يشعر ببعض الالام او الالتهابات او بعض الترسبات فعشان هيك بتكون تهتموا ما تستهينوا في امر اي اعراض ما بتصير مراجعة الطبيب او عمل الفحصات او اخذ الادوية اللازمة بالنسبة لهذا اليوم طبعا بالنسبة للعمليات الجراحية يوصى بالعمليات الجراحية دون الاعضاء اللي ذكرناها يعني بمعنى اي شيء اخر فاليوم مناسب لهذا الامر طبعا هذا اليوم برضو مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لازالة الشعر الزائد ولكن يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الميزان خلو المسار القادم بيبدأ يوم الجمحة عشر ستة رح يبدأ في تمام الساعة خمسة وستة وثلاثين دقيقة مساء ورح يستمر حتى تمام الساعة ثمانية واربعين دقيقة مساء لا يستقر القمر بعدها في برج العقرب اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم المربع عشر ايام في تمام ساعة 11.41 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بيصبح 11 يوم نسبة الاضاءة سبعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة الان هي سعيدة بنسبة خمسة عشر في المية ولكن مع ساعات الصباح بتررتفع السعادة وابتصل الى خمسة واربعين في المية القمر في الميزان حتى يوم عشر ستة هو الان منتحس بنسبة أربعين في المية ولكن في ساعات مساء يوم الخميس بتنزل النحوسة او الانتحاسة لغاية عشر في المية عطارد في الثاورة حتى يوم ثلاثة عشر ستة سعيد بنسبة عشر في المية الزهرة في الثاورة حتى يوم ثلاثة وعشرين ستة منتحسة بنسبة خمسة وعشرين في المية المريخ في الحمل حتى يوم خمسة ستة سعيد بنسبة ستين في المية المشتري في الحمل حتى يوم ثمانية وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة وعشرين في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28 ست سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر بما أنه موجود مقابلكم تماما الآن فيعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل مشترك برضو جيد هذا اليوم للمصالحة أو تراجع عن قرارات سابقة أو التقرب من الشركاء شركاء العاطفي أو شركاء العمل برضو جيد الأمور اليوم لتوقيع عقد أو إتمام قطوبة أو زفاف أو حتى أمور عاطفية يعني وبرضو لا تنسوا أنه القمر لما بيكون مقابلكم تماما بتكون الطاقة ضعيفة شوي فبتكون في بعض التأثيرات السلبية اللي ممكن تكون على شكل متاعب عائلية أو مهنية أهم شيء أنك ما ترتج للمواقف اتجنب الانتقادات اللي ممكن أنك توجهها لأي أشخاص كان في العمل أو في العاطفية برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثور طبعا القمر الآن صار في بيتكم السادس اللي إلو علاقة بالعمل وإلو علاقة بالصحة فعشان هيك بتكون تهتموا اليوم بأعمالكم تحاولوا أنه ما تخلوا الأعمال تتراكم ما تحاولوا تعملوا عملين في نفس الوقت عشان تقدروا تنجزوها من ضغط العمل اليوم ممكن أنك تعمل ساعات إضافية أو تتأخر بالعمل ممكن يكون في نوع من أنواع التعاون ما بيمكنوا بين زملائكم بالعمل ولكن بتكون تحذروا بعض المشاكل اللي ممكن تصير معهم تقدروا برضو اليوم تمرسوا نشاط بدني إلى المحافظة على لياقتكم أو صحتكم أهمش أنك تباكر لعملك ما تلتهي اللي انشغالات كثيرة ممكن ما تنجح في إتمامها فعشان هيك نظم وقتك وما تقصر برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هم أكثر المستفيدين خلال هذا اليوم لأن القمر موجود في بيتهم الخامس وهو بيت العواطف والرغبات والهوايات والتقرب من الأحبة فاليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ويوم مناسب لممارسة نشاط فني أو أدبي هذه فترة تعتبر فترة استثنائية كل شهر لأنه تعطي طاقة كبيرة لكل برج لما بصير القمر في البيت الخامس فاليوم بيبتسم لك الحظ بتكون فيه فرحة ممكن تكون كبيرة شوي بتهتم باستعادة موقعك وبتتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره يعني اليوم بمعنى آخر بيحمل انفراج وخبر سار دون ما تدخل في أي مشاكل عاطفية برج السرطان طبعا التركيز اليوم كله رح يكون على الأمور العائلية والأمور البيتية والمناسبات اللي إلها علاقة في هذا الأمر فبتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفجيركم لأنه القمر صار في البيت الرابع لكم اللي له علاقة بالبيت والعائلة بوسعكم التفاهم مع العائلة وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة وممكن تضطر للإهتمام بتصلحات منزلية أو غيرها أهم شيء إنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية برضو اليوم بيحمل مصاريف إضافية بدك تنتبه إنه ما تبذر أموالك عند أي ضغط يعني تهرب من الواقع لصرف الفلوس برج الأسد بالنسبة لما أوليد برج الأسد طبعا اليوم بتنشطوا في أمور العلاقة بالاتصالات بالتنقلات بالحوارات هذا البيت الثالث برضو من البيوت القوية اللي بتعمل تزديس مع برجك فبتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات القصيرة بوسعكم اليوم اجتياز امتحان وبإمكانك تعزيز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران وبتستوع بالظروف وبتتكيف معها بسهولة هذه فترة تعتبر فترة التواصل بناء مع الآخرين عند قدرة من الإقناع عالية وقدرة على الحوار وبتتمتع بنشاط ذهني بيسمح لك بالمنافس القوية أهم شيء إنه ما تضيع الفرصة من إيدك يعني فرصة وجود القمر في الميزان برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء التركيز كله أو أغلبه اليوم رح يكون على الأمور المالية فاليوم بفتح لكم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة بتتركز الأمور يعني معظمها اليوم زي ما حكينا على الوضع المالي ولكن ممكن تقلق من مصاريف إما طبية أو استشفائية طارية بعض الأشخاص منكم ممكن يناقش موضوع بتعلق بعقود أو معاملات إدارية أهم شيء أنه يناقشها ويدقق بتفاصيلها بتأني بترغبوا مساعدة أحدهم وممكن اليوم تقوم بمبادرة خيرة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا ثقتكم بأنفسكم اليوم كبير لأن القمر خلص يعني ما ضلله ساعة و22 دقيقة وباستقر عندكم فالطاقة بدأت توضح الآن بلشت تشحن موليد برج الميزان بطاقة يعني تعوض الفترة الماضية اليوم بتنجحوا بالدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد هاي فترة بتحمل إنجاز أو تطور لافت أهم شيء أنك ما تهملها حاول أنك تكرر المحاولات السابقة عساس تقدر تنجزها ممكن اليوم يبتسم لك الحظ في كثير مجالات حتى المجالات العاطفية بتهتم باستعادة موقعك وبتتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر الآن استقر في بيت المتاعب عشان هيك بدأت ضغط يسيطر على موليد برج العقرب أهم شيء أنه اليوم تحاولوا أنك تخلدوا للروحة إذا ما عندكوا أعمال إذا عندكوا أعمال حاولوا أنك تنجزوها بشكل روتيني حاولوا بس أنه تنجزوا الأعمال الضرورية والعاجلة ما اليوم يعني أكيد بمعنى القمر في بيت المتاعب فرح يسود سوء التفاهم أو بعض الخلافات بتختفي وطيرتك اليوم تشعر بالملل ما في طاقة كبيرة عندك ممكن تتأخر المعاملات أو تلغى أو ترغب في الابتعاد عن الأجواء الصاخبة أو ممكن أي شخص يوعدك بشيء وما يوفي فيه فتعتبر هاي فترة سلبية لازم تتحملها لحديث ما يوصل للقمر لا عندك برج القوس طبعا اليوم بتركز كله عن نشاط الاجتماعي والفرص الاجتماعية ومعارفكم وعلاقاتكم فبتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتستعدوا لقاء بعض الأصدقاء أو تعاون بعض الأصدقاء معكم منكم أشخاص ممكن يتلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة أهم شي انك تتجنب العناد وحاول انك تكون أكثر انفتاح على أراء ومواقف الآخرين لا تتكاسل وحاول انك تبادر لتصحيح الأخطاء واستعادة موقعك ما بنسبك البقاء وحيد أهم شي برضو اليوم ضبط الأعصاب حتى لو حد حاول يستفزك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر صار في بيت السمعة فهذا اليوم جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بيرغبوا في إدخال تغيير أو تعديل على طبيعة عملهم برضو اليوم بينتبهلكم المسؤولون عنكم وبيقدروا جهودكم ممكن اليوم بعض موليد برج الجدي إما تكريم أو تجديد عقد أو أنه ينطرح عليه عمل جديد أو تجي فرصة مميزة أهم شي أنك تقدم أفضل ما عندك ما تتهرب من المسؤوليات الموكلة لإلك حاول أنك برضو ما تتهرب من أداء الواجب لأنه هذا الشيء ممكن يضر بمصلحتك حاول برضو أنك ما تخالف القوانين وما تجازف وما تشوه سمعتك بدعوك لاستثمار كل الفرص خلال هذا اليوم برج الدلو يعتبر هذا اليوم من الأيام المميزة لما وليد برج الدلو فعشان هيك اليوم بتنشطه في أمور إلا علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب مع أشخاص خارج البلاد ويعتبر هذا اليوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان أهم شيء أنك ما تستسلم حاول أنك تكرر المحاولة وثابر حتى تصل لهدفك هذه تعتبر الفترة من أفضل أيام الشهر بترتفع حضوضك وبرضو ممكن اليوم تقوم برحلة أو تشارك في احتفال أو نقاش أو مؤتمر اللي عندهم امتحانات بس لأنه القمر شوي فيه نوع من أنواع النحاسة فحاولوا أنك تدرس شوي وما تعتمد كثير على الحضوض برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا التركيز كله اليوم على الأمور المشتركة أو الأموال المشتركة فاليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهم شيء أنه اليوم ما تهملوا صحتكم ممكن تناقشوا موضوع بيتعلق بتمويل أو قرد وممكن تناقش موضيع مهمة وتعيش امتحانات صعبة فعشان هيك بدك تعالج الشؤون الإدارية بدقة وبشكل خاص الملفات الاستشفائية والمالية الأجواء جيدة على مستوى الأمور المالية ولكن زي ما حكينا في يوم مثل هذا اليوم القمر في نحاسة معينة حاولوا أن ما تقرضوا حد فلوس مدين حد فلوس طالب بمستحقاتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء